السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد عمر قبل الإسلام كان مضرب المثل في قساوة القلب وجمود هذا القلب القساوة دي اللي خليته سام كل الصحابة من المعذبين في بداية الإسلام سوء العذاب كان سهل علي جدا أنه يضرب بالسيف يؤذي إنسانا كان سهل علي جدا أنه يضع السيف في النار المحرقة ثم يحرق به إنسانا كان سهل علي جدا أنه في تعامل مع أختي لما عرف أن هي أسلمت يضربها حتى يأتي الدم من كل ما كان في وجهها لأنه كان قاسي القلب فلما استقر الإسلام في قلب عمر قلب عمر اتغير وكان قلبه من ألين القلوب يصلي بالنزة يوم من صلاة الفجر وكان يقرأ بهم سورة يوسف حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قالوا فكنا نسمع نشيج عمر بكاء عمر ونحن في آخر المسجد اللي في آخر المسجد سامع صد بكاء عمر للين قلبه مع كتاب الله عز وجل عمر رضي الله عنه يمر ذات يوم على قارئ ويقرأ قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فكانت النتيجة يبكي عمر بكاء شديدا ويحني ينكسر قلب عمر انكسارا شديدا ما تحمله جسد عمر فمرض عمر وكان يعادل لأيام لأيام بسبب آيات سامعها هو ده القلب الرقيق القلب اللين اللو خدنا في يوم من الأيام وحطنا كده قدام المرآة وسألنا نفسنا سؤال هو قلب عمر ده كان قلب إيه فهتكون الإجابة هي دي القلوب اللينة التي يحبها الله ويرطاها وانظر للقلب وما فيه وتأمل في خلق الله من أعظم القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها هو القلب اللي بيكون عند إنسان القلب ده متصف بالرقة واللين هي دي القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها جدا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أحب القلوب إلى الله ألينها وأرقها أحب القلوب إلى الله ألينها وأرقها دي القلوب فعلا اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها قلب إذا ذكر بالله لان لذكر الله عز وجل ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله قلب ما شاء الله وهو بيصلي قلبه سبحان الله هو بيسمع القرآن قلبه لين رقيق جدا قلبه لما بيسمع موعظه بسرعة القلب بيضطرب والعين بتدمع لأنه قلبه رقيق قلبه لما فيه من الأيام يسمع عن الموت أو يرى الموت أمام عينه في موت إنسان أو تشريع جنازة إنسان أو دفن إنسان في قبر على طول بسرعة بيرق ويلين كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا ليه؟ البلين قلبه كان لينا الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظه موعظة بسرعة يعني كما قال العرباض من سرية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلوب رقيقة النبي صلى الله عليه وسلم جعل إن من أعظم العلامات أو من أعظم الأسباب الموصلة للجنة وعلامة واضحة جدا إن صاحب هذا القلب من أهل الجنة إن يكون قلب رقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة ثلاثة أهل الجنة ثلاثة منهم رجل رقيق القلب رجل رقيق القلب طيب إيه العلامات اللي تدل بالفعل إن أنا عندي قلب رقيق العلامة الأولى دمع العين من الموعظة دا دلالة بالفعل إن أنت ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذا القلب الرقيق اللين تنفيذ هذه الموعظة دا دي من العلامات إن قلبك لين لأن من علامات القلب القاسي أو من علامات القلب المتكبر إنه لما يسمع الموعظة لا يعمل بها أصلا فمن أعظم العلامات اللي تدل إن قلبك لين ورقيق إنك أولا تدمع عينك عند سماع الموعظة اتنين ودي مهمة جدا إنك تقوم بالعمل بهذه الموعظة فتلاقي بالفعل دي دلالة وعلامة واضحة جدا إن قلبك لين تلاتة رقة وشفقة على كل المسلمين صاحب القلب الرقيق لو شاف مريض بيتألم لألمه لو شاف إنسان مهموم بيصب الهم لهمه فدي من علامات القلب الرقيق من علامات القلب اللين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اندخل عليه وفد من مدر مجتاب النمار يرى عليهم أثر الفقري قال جرير فرأيت وجه النبي كأنه فطمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء النبي بقى مدهي جدا قلبه بقى لي جدا مع الناس دي زعلان علشانهم فأمر مناديه فنادى في الناس فالناس اتجمعت فقام فيهم خضيبا تصدق أحدكم من صاعي بره تصدق أحدكم من صاعي الشعير تصدق أحدكم من ثيابه قال فرأيت بين يدي رسول الله كومين عظيمين من ثياب وطعام فرأيت وجه النبي كأنه مذهبه ده القلب الرقيق من علامات القلب الرقيق انه بيسعى لقضاء حوائج الناس المحتاجين دي دي من علامات القلب الرقيق انه لو شاف إنسان محتاج على طول بيكون في ظهره سند لحد ما يقضي له هذه الحاجة شاف في يوم من الأيام إنسان مريض معهوش تمن العلاج يسعى مع زميله ويجمع فلوس علشان يأتي بالعلاج لهذا الرجل ده قلب رقيق من علامات القلب الرقيق انه يحب الخير للناس ولا يحب لهم الشر عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وملك الجبال بيقول له يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم وخشاب الفعلات النبي يقول له لا 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 انني لأرجو انني لأرجو أن يخرج الله من أصل بي من يوحد الله من علامات صاحب القلب الرقيق انه بيتألم على حال أهل المعصية ويتمنى لهم أن يتوب الله عز وجل عليهم وأن يتركوا هذه المعصية دي من علامات القلب الرقيق من علامات القلب الرقيق اللين انه إذا سمع القرآن أو قرأ القرآن اقشعر جسده وقلبه يبقى كده اللين اللي سمع القرآن يسمع ويفهم ويتدبر كتاب الله عز وجل يسمع القرآن تلاقي بدون أن يشعر عينه بتدمع بيصلي وراء الإمام والآيات قوية يلاقي جسمه كلهم أشعر وكل ده دلالة على أن القلب ده قلب رقيق دلالة على أن القلب ده قلب رقيق طيب أنا النهاردة لو قلبي ما بحسش فيه بالعالمات دي أعمل إيه علشان قلبي يكون رقيق شوفوا ثلاث حاجات لو عملناها بها ترق القلوب بإذن الله عز وجل الأمر الأول لذكر الأخرة أنك تشوف الأخرة بعينيك وتسمع عن الأخرة كتير تسمع عن الأخرة من المشايخ والدعاء وتخش على اليوتيوب تجيب مواعظ عن الأخرة وتسمعها كتير كثرت سماع مواعظ الأخرة بتراقق القلب كثرت رؤية مشاهد الأخرة بتراقق القلب إحنا ليه أمرنا نحن نعود البريد وليه أمرنا نحن نشيع الجنائز وليه أمرنا بزيارة القبور النبي قال لنا إن كل الحاجات دي بتذكر الآخرة وتراقق القلب قال صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها لي رسول الله قال فإنها تراقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة وده الدواء الأول لو إحنا عايزين بالفعل نداوي قساوة في القلب ونخلي القلب رقيق يبقى أول حاجة تعملها إنك لازم تسمع عن الآخرة كتير وترى الآخرة ومشاهد الآخرة كتير طيب الأمر الثاني مجالس العلم إنك تقعد كتير في مجالس العلم مع العلماء ومع التائبين أصحاب القلوب الرقيقة فعلى قدر ما بيعد الإنسان مع العلماء وبيعد مع أصحاب القلوب الرقيقة كلما انتقلت صفات قلوبهم إلى قلبه فضلا عن مجالس العلم نفسه والوعظ نفسه اللي هي فعلا بتكون سبب في ترقيق القلب لذا كان حنظالة يقول يا رسول الله إن لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين قلوبهم رقت وأصبح اليقين فيها عالي جدا كأننا شايفين الجنة وفي رواية صحيحة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله إننا لا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الأخرة ولا نكون من أهل الدنيا من أعظم الأمور بالفعل اللي بتراقق القلب مجالس العلم وألو السببين السبب الأولاني لأن في مجالس العلم قلوب الناس كلها رقيقة فالطباع دي بتتنقل ليك قالوا كمان قيمة مجلس العلم وفضيلة مجلس العلم إن المجلس ده الله سبحانه وتعالى ينزل فيه السكينة والسكينة دي اللي بتنزل على القلب فيبدأ القلب بقى يرق مع تأثير المواعظ من القرآن والسنة على قلوب العباد طب والأمر الثالث لو أنا بالفعل عايز قلبي رقيق حاول دايما تقرب من الناس اللي هي فعلا قلوب رقيقة الفقراء المساكين الأيتام الناس دي قلوبها مكسورة خليك دايما قريب منهم لذا روى الإمام أحمد في مستده من حديث أبي هريغ رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي أنا جاي النهاردة أشكو لك إن أنا فعلا قلبي قاسي أعمل إيه فقال إذا أردت أن يلين قلبك فمسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين إذا أرابت من الناس دي كنت دايما بتعمل خير كتير ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذا القلب اللين يرزقك هذا القلب الرقيق القلب الرقيق وصاحب القلب الرقيق هم من الناس النوادر اللي عايشين وسطنا ولكن والله هم بركة هذا الزمان وهم دول إلى ربنا بيدفع بهم الضر عن أهل الأرض وهؤلاء هم الذين تستمطروا بهم السماء وهم أنظر في الناس من الكبريت الأحمر إذا قابلت في يوم من الأيام حد من دول قرب أوي منه علشان هذا الخير اللي موجود في قلبه ينتقل إليك خد بالك دخول الجنة له شروط كتير جدا ربنا ذكرها في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ولكن من أهم وأعظم الشروط دي إنك يكون قلبك رقيق وأهل الجنة ثلاثة رجل رقيق القلب كما قال صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يجعلن وإياكم من أصحاب هذه القلوب الرقيقة